اشتركوا في القناة اخوة الكرام ان ارضها نتكلم عن افضل نبات ممكن تراه في المنام اذا يا ترى نبات يستخدم وهو طعام يؤكل كثير من الشعوب تأكله بل ويحبون لا سيما المصرين كمان اللي هو نبات البازنجان اذا هو البازنجان محمود من افضل الرؤى اللي ممكن تشوفها في حياتك لما نيجي نشوف المرأة المتزوجة رؤيته مجرد رؤيته هذه الرؤية تدل على رجوع زوجها لها سواء اذا كان مسافر سيعود اليها رجوع مسافر سواء اذا كان غضبان سيرجع له سواء اذا كان في مشاكل زوال هذه المشاكل مجرد رؤيته تدل على الخير ايضا ان شاء الله بل الجميل ان محشي البازنجان بالنسبة للمرأة المتزوجة هذه الرؤية تدل على الحمل ولكن الفاسد منه هذه الرؤية قد تدل على ذنوب ومعاصي وطبعا هذا لكل الاشخاص وحيانا تدل هذه الرؤية على هموم واحزان ومع شديد الاسف بالنسبة للمرأة الحامل رؤيته رزق واكله هذه الرؤية لها علاقة اكل البازنجان له علاقة بنوع الجنين اذا الجنين هيكون ذكر ولا انثى سوف يكون الجنين ذكرا ان شاء الله تبارك تعالى قطفه مال سيأتيها ولكن هذا المال من ميراث ان شاء الله تبارك تعالى في رؤيتين مش محمودين في البازنجان وطبعا ده مش لكل الناس لكن للامان العلمية لازم نذكرها المشوي والمسلوق دون رؤيتين لبعض الاشخاص وده راجعة لسياق الحلم نفسه اما بالنسبة لبنت العزباء رؤيتها للبازنجان هذه الرؤية تدل على قدوم سعادة سوف تغمرها في الفترة القادمة اكله زواج اللون الابيض زواج ايضا ان شاء الله تبارك تعالى واللون الاسود سعادة كما ذكرت في البداية المشوي كما ذكرت انه يعني رؤية غير محمودة احيانا بالنسبة للبنت العزباء وده ليس بصفة لكل البنات لكن من الممكن ان تدل هذه الرؤية على فشل في علاقة ما بالنسبة للرجل المتزوج امساكه يدل رؤيته وامساكه في اليد تدل هذا الرؤية على حسن اخلاق الرأي وهو الرجل المتزوج او حتى الشاب الاعزب رؤية البزنجان للرجل المتزوج والشاب الاعزب احيانا هذه الرؤية تدل على تحقيق امنية غالية اذا كان البزنجان في اوانه هذه الرؤية تدل على الخير والرزق والبركة إن شاء الله تبارك تعالى لما نيجي نرى أن البازنجان حينما يوضع في الزيت وإن كان هذا هو المشوي لكن للأصناف السابقة متزوجة حامل عزباء عرفنا أنها غير محمودة أما بالنسبة للرجل هذه الرؤية جميلة جدا تدل على علو الشأن له إن شاء الله اللون الأبيض بالنسبة للشاب الأعزب تحقيق أمنية وأحيانا تدل هذه الرؤية على الزواج وحيانا اللون الأبيض يدل للرجل المتزوج ومعه الشاب الأعزب على الصلاح والتقوى والإيمان وصلاح الحال إن شاء الله تدلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته